قام اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بجولة مفاجئة لتفقد الأوضاع الأمنية بنطاق محافظة منوفية صباح اليوم تفقد سير العمل بعدد من المراكز وأقسام الشرطة والارتكازات ونقاط التفتيش الأمنية واطمأن على سرعة التفاعل والتعامل مع شكاوى وبلغات المواطنين طالب الوزير بتيسير كافة الخدمات المقدمة للمواطنين وتجديد الرقابة على الموائف والشوارع والميادين والتأكد من الالتزام بتعريفة الركوب المقررة مع تكثيف الحملات الأمنية والمرورية لضبط المخالفين التقى الوزير بعدد من ضباط وأفراد المدرية أكد على أن التحديات الأمنية التي تفرضها المرحلة بتتطلب العمل الدووب والانضباط وإنفاذ القانون بكل حسم مع الالتزام بالقواعد والمعايير الانضباطية أثناء العمل ومراعات حقوق الإنسان كما التقى بعدد من أسر الشهداء لضباط الشرطة وأكد لهم أن التضحيات التي قدمها أبناهم ستظل محفورة في سجل الوطن وأن وزارة الداخلية لن تنسى تلك التضحيات وستظل تقدم كل رعاية واهتمام ترجمة نانسي قنقر